المسيح يعني هو رب الكلام وهذا الكلام أحبائي اللي بيقودنا إلى الخلاص وإلى نعمة الحياة الأبدية قال يسوع وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وقال يسوع جئت لا لأدعو أبرارا للتوبة بل خطى محتاجين نعمة الله حاولنا في برنا حاولنا بالذبائر حاولنا بالأعمال فراح الكتاب حكم علينا قال ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إذ الجميع أخطأوا وعوازهم مجد الله إذا بتحاول بعضلاتك تصل للرب أو بتقواك أو ببرك الكتاب حكم عليك أنك أنت هالك لأن أجرة الخطية هي موت وأما هبط الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا أنا بدعوك اليوم فعلا بالروح القدس تقول له يا رب أنا بفتح قلبي عني دني يا رب تعال أنت أدخل إلى حياتي بالإيمان هو بيجي لحياتك وقال له تربع على عرش قلبي أنا عاوز لك أنت تكون المخلص أنت سيدي أنت ربي أنت مخلص أنت ملكي وأنا اليوم بسلمك حياتي صليها أقول له يا رب ملأني بالروح القدس وعطيني أشهد عنك بأماني وبصلي باسم الرب يسوع أن يكون هذا القرار لأن المسيح حسم الأمر صحيح إن لم تولد من فوق لا تقدر أن تدخل ملكوت السمات ينبغي أن تولد من فوق وهذه الولادة تعطيك الحياة الأبدية ورجاء الحياة وضمان الحياة باستلنا أن أسمع منك الرب يباركك وشكرا كتير أسيس إلى اللقاء الرب يبارككم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر